من الاخر كده هتوفري واتدبري وكمان هتعمل كمية كبيرة قوي من السابون السائل لا وكمان ايه منتج مصري وحصري واصلي تخيلوا كل ده مع بعض اهو ده بقى اللي هنقول عليه اختراع وما تشليش هم غسل المواعين خالص يلا نبدأ ونصلى على الرسول اول حاجة بتروح عند بتاع المنظفات بتشتري الكيس ده الكيس ده بكان بخمسة وعشرين جنيه على حسب المكان لو في اماكن شعبية بتكون بعشرين لو في اماكن كده بيكون بخمسة وعشرين حسب المكان اللي بيبيعه تمام؟ هتفتح الكيس هتلاقي فيه كسين كده من جوه هتجيب نجيب طبق بلاستيك او بولة وهبدأ ان انا احط فيها كمية المية تمام؟ وهنا معايا سائل او بودرة كيس الصغير ده بودرة والكيس الكبير اللي هو سائل ابدأ ان انا اقص وابدأ ان انا احط كيس البودرة على المية على كمية المية المفروض ان احنا بنحط تمانية لتر من المية تمام؟ بس تمانية لتر ده بتدينا آآ سابون سائل خفيف شوية ولكن انا قللت كمية المية عشان اخد نتيجة سابون سائل ويكون تقيل انا اللي اقدر يخففه بكمية المية واقلبهم كويس قوي 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 لحد ما الخليط البودرة يبقى آآ مش باين خلص تمام؟ ابدأ ان انا اقطع الكيس السائل وابدأ ان انا انزله على الكمية الخليط بالشكل ده وابدأ ان انا انزل كل الكمية كده شايفين القوم؟ شايفين؟ سهل قوي وبسيط وتقدر ان انت تعمليه واطفالك كمان يساعدوك فيه تمام؟ اهم حاجة الحاجات دي كلها اي حاجة آآ سابون سائل اي حاجة احنا بنعملها في البيت آآ نبعد الاطفال عنها تجنب العين يعني مش اكتر يعني ما ينفعش حد يحطي ايده في السابون وبعدين يحطها في عينه خلي بالكم من النقطة دي تمام؟ وابدأ ان انا ادوب كل حاجة مع بعضها هتلاقي فيه تكتلات كده بسيطة بتطلع على الوش آآ دي نتيجة ان كل حاجة بتسيل كده يعني بتبقى سائلة كلها وبتبقى آآ بالشكل اللي انتوا هتشوفو ده وكل ما بقلب كل ما بتدينا رغوي الرغوة دي مهمة قوي قوي في السابون تمام؟ بابدأ ان انا اقلب بس كويس قوي في المرحلة دي اسيبه ساعتين يرتاح كده مع بعضه كل ما بسيبه ساعتين كل ما الرغاوي بتقل وكل ما النتيجة بتتقل معي وبتبقى تمام زي ما انتم شايفين كده هقلبه بقى تقليبه كويس قوي قبل ما اصبه معي وقبل ما وريكه القام بتاعه شايفين؟ رائق كده وبقى شكله حلوة قوي اجيب بقى آآ كباية كده وابدأ وريكه القام بتاعه القام بتاعه تقيل وتقدر ان انت تزودي المية وتقدر ان انت تخفيف المية. تمام? يعني بيديك ان انت تقلق الصبون وبيديك ان انت تخفيف كمية الصبون. انا بحب الصبون يكون تقيل علشان انا بحب اخد كده بسلكة وازود بقى مية على حسب ما انا عايزة. وساعات ما بقدرش ان انا آآ ازود المية عادي. شايفين القام? احلى وانضف واوفر من اللحلة بنشتريه من وره. صدقوني هيفرق معاكو جدا جدا جدا. اسيبه بقى في الخليط ده ساعتين كده. بعد التقليب علشان الرغاوة دي كلها تبدأ ان هي تروء خالص. وكل لما بتسيبيه كل ما بيتقل معاك. تمام? كل لما بيتقل كل لما الرغوة بتقل. وطول لما الرغوة دي تتشال نهائي ابدأ بقى ان انا اجيب آآ ازازة بلاستيك آآ بارتمون. اي حاجة موجودة عندك وتبدأ ان انت تحطيها. انا كان عندي جيركن سابون انا كنت بشتري الجراكن. بس بصراحة انا لقيت ان ده اوفر واحسن ونفس الكل حاجة. تمام? ودي كانت بقى النتيجة معايا جبت طبق كبير عشان اوريكم. عشان اوريكم التقل والسمك بتاعه. شايفين? قوامه مناسب جدا جدا. تقدر ان انت تزودي بالمية. وبصراحة كل ما بيكون تقيل. كل ما انت بقى بيديك تحكمي. تزودي مية. انا بالنسبة لي ده كان مناسب لي جدا جدا. ريحته مش قادر اقول لكم ان ريحته نفاذة جدا. ريحته فضيعة. آآ ما بيساوتش اليد. علشان دخل له جريسلين. تمام? آآ المنتج ده حلو جدا جدا. اجربيه. آآ موفر جدا جدا. نزلت معاكو كزا طريقة. آآ وكزا وصفة للزي السابون او السابون السايل. بكل حاجته. تمام? ومسور لكم الظهر برضو بتاعه. علشان كل حاجة مكتوبة بالخطوات. اهم حاجة المنتج ده ما يتحطش على عين. يعني ايدك بعد ما تخلص المنتج ده ما يتحطش على عين. الوزن ست ميت جرام. تمام? تمام? ده. بس كده. ده الفيديو معايا النهارده. قبل ما اختم معاكو. لايك وشير. ودعوا بالخير وما تنسوش تعملوا لايكو كتير قوي. ومشاركات عشان غيركم يستفاد. ويلا امي جربيه. واشوفوا فيشكم بخير. وباي باي.